اشتركوا في القناة ستكون قليلة الغيوم على باقي المناطق الشمالية وأيضا موسط الصحراء المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ستكون أجواء صحوة ومشمسة خلال الفترة المسائية نتوقع لأمطار قد تكون العادية غزيرة مع تساقط الحبات البرد على البليدة بالإضافة إلى البورة برج بار ريج وليت السطيف قد تصل مناطق شمال الجلفة شمال لمسيلة وأيضا وليت المدية وعين الدفلة هذه المناطق ستشهد أمطار جد معتبرة بعض الأمطار على شكل زخاص تميز مناطقهم البواقي وأيضا السواحل الشرقية من ولايات عنابة إلى غاية مناطق بيجاية تبقى الأجواء قليلة الغيوم على وسط الصحراء وصافية مشمسة على المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية نذكر بدرجة الحرارة قصوى مبادى ظاهرة يوم الأحد إن شاء الله سنسجل تراجع في درجة الحرارة على المناطق الشرقية سنسجل ما بين 24 لـ 26 درجة ارتفاع طفيف في درجة الحرارة على المناطق الغربية أين سنسجل ما بين 25 إلى ما يقارب 33 درجة المناطق شمال الصحراء والوحاة ومنطقة التصورة ما بين 35 إلى 37 درجة أدرار وتندوب ما بين 41 إلى 42 درجة تمنراست وإليزي ما بين 35 إلى 38 درجة السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر